في بداية الحلقة عايز اسأل حضرتك سؤال لو عرفت ان في واحد حاول يقتلك مرة او مرتين او ثلاثة او اربعة وبعد كده ربنا مكنك من هذا الانسان يا ترى هتعمل مع ايه طب تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما عارف ان في واحد كان عايز يقتله ويقالوا لحد عنده يا ترى النبي هيتعامل ازاي مع هذا الانسان الحكاية باختصار ان بعد انتصار المسلمين في غزوة بدر وبعد اما اتلوا سبعين من صناديد الشرك والكفر والوثنية طبعا شاطت مكة وامتلأت قلوبها غيظا وحقضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اصحابه فكان في واحد اسمه عمير ابن وهب كان سيدنا عمر كان بيسميه شيطان قريش عمير ابن وهب كان واقف على واحد اسمه صفوان ابن امية صفوان ابن امية كان رجل ثاري جدا كان غني جدا فواقف مع عمير ابن وهب فبيقول له يعني قعد بقى بيتكلم بيقول له والله ما في العيش خير بعد قتل القليب قتل القليب للم المشركين اللي قتلوا في يوم بدر فالنبي امر بقائهم في القليب اللي هو البئر القليب اللي هو البئر فبيقول له والله ما في العيش خير بعد قتل القليب يعني يا رتنا كنا موتنا بعد امهما ماتوا يعني احنا هنعيش نعمل ايه فرح رد عليه عمير بن وهب قال له والله يا صفوان لولا دين علي لا استطيع لهم قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم بيقول له لولا ان انا علي ديون ما نش عارف سدها وعندي عيال خايف انهم يضيعوا لو سدتهم محدش هيأكلهم ولا يشربهم لكنت ذهبت الآن وقتلت محمدا صلى الله عليه وسلم فرح صفوان بن قمية واخد منه الكلمتين وقال له بس خلاص انتهت المشكلة دينك علي وعيالك عيالي واذهب الآن وقتل محمدا انا بقى كل اللي هقدر اقول لك ان انا هسد ديونك كلها النهاردة وعيالك هاخدهم يعيشوا عندي وهو كان رجل غني جدا عيالك هاخدهم يعيشوا عندي تمام لحد ما ترجع ولو مت انا هفضل ارب ولادك لحد اخر لحظة في حياتي تمام قال له دينك علي وعيالك عيالي واذهب الآن وقتل محمدا صلى الله عليه وسلم فذهب عمير بن وهب وسمى السيف بتاعه سمه ازاي جاب السيف وحطه على النار لحد اما اصبح الحديد بتاع السيف لونه احمر وراح منزل السيف في قلب السم فتشرب السيف بالسم طب ليه على اساس ايازا بالله ان لو مقدرش يوصل للنبع السلام في مكان القتل لو ضربوا في اي مكان في ايده او رجله السم يجري في العروك في لحظتها ويموت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم دي كانت خطة عمير ابنها اخذ السيف المسموم ووضعه في الغمد وانطلق الى المدينة الى مدينة الحبيب صلى الله عليه وسلم لكو. كي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل المدينة رآه عمر ابن الخطاب فقال سبحان الله عمير ابن وهب شيطان قريش والله ما جاء الا لشر طبعا عمير كان عمل خطة جميلة جدا قال لصفوان ابن امي قال له انا ابني مأسور من غزوة بدر ابني اسير عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم فالديني سرت فلوس وكأني رايح افدي ابني كأني رايح اتفعله كده ايه الفدية بتاعته عشان اخده معايا ورجعه تاني مكة عشان لو حد سألني انت جاي ليه قال له اقول له ايه انا جاي عشان افدي ابني عشان محدش تشك فيه فلما راه عمر قال عمير ابن وهب شيطان قريش ما الذي جاء بك وراح مسكه من تلبيب وخنقه قال له جئت من اجل اسيري من اجل ابني ابني اسير عندكم فجئت عشان اكفع الفدية بتاعته واخده معايا فقال لا والله ما جئت الا لشر وراح داخل بيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وامر بعض الانصار ان يكونوا حول النبي حتى لا يهجم هذا الكافر على النبي صلى الله عليه وسلم فلما دخل قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر اتركه يا عمر قال يا رسول الله معه وصيف قال اتركه يا عمر الله سيحول بيني وبينه فقال له يا عمير ما الذي جاء بك الى هنا قال جئت من اجل فكاك اسيري ابني اسير عندكم فجئت افكي الاسير ده فقال لا 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 يا عمير بل اصدقني يا عمير خليك صادق بقى وقل لي انت جعشن ايه قال له والله ما جئت إلا من أجل أسير قال له لا بل جلست عند الحجر أنت وصفوان بن أمية فقال لك والله ما في العيش خير بعد قتل القليل فقلت لهم والله لولا دين علي لا أستطيع له قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة لذهبت الآن لأقطر محمدا صلى الله عليه وسلم فقال لك دينك ديني وعيالك عيالي واذهب الآن وقتل محمدا والله حائل بيني وبينك يا عمير فقال عمير والله ما أخبرك بذلك إلا الله فهذا سر بيني وبين صفوان بن أمية ولا يعلم بذلك أحد إلا الله سبحانه وتعالى فهو الذي أطلعك على ذلك كنا نكذبك يا رسول الله في خبر السماء فوالله إني لأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم عمير بن وهب فماذا صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقول له بأنت جاي عشان تقتلني وجاي عشان تعمل كذا وجاي وجاي أبدا ما فعل معه شيئا من ذلك وإنما قال فقهوا أخاكم فقهوا أخاكم وأكرموه وأطلقوا له أسيره أطلقوا له أسيره اللي هو ابنه وما تخذوش منه حاجة خالص وفقهوه في دين الله وأكرموه فأخذوه وأطعموه وأكرموه وأطلقوا له أسيره وتركوه يعود إلى مكة مرة أخرى فلما عاد إلى مكة كان صفوان بن وهب بقى شع بين قريش إن عمير بن وهب سيأتيكم بالخبر الذي يثلق صدركم فاذهب ليقتل محمدا وفعل كذا وكذا 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 فلما عاد عمير بن وهب رأاه صفوان فرأى نور الإيمان على وجه فقال ما الذي فعلته يا عمير قال شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصلت قطيعا ما بين صفوان وما بين عمير فترة إلى أن يصل الله عز وجل وهدى صفوان بن أمية على يد عمير بن وهب وأسلم معه بعد ذلك وأسلم بين يدي الله سبحانه وتعالى هكذا هكذا يكون التسامع فالمولى عز وجل يقول وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلح فأجره على الله ولم يحدد في أمور معانا يا جماعا إحنا نعرف أجرها الحسنة بعشر أمثلها والصدقة بسبعمائة ضعف إلى كذا إلى كذا لكن في أمور معانا خبأها الله وجعل جزاءها يعني لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى زي إيه زي الصبر إنما يوفى الصبرون أجرهم بغير حساب زي الصيام كما ثبت في الصحيحين في الحديث الكدسي أن المولى عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به زي ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر ولم يقل بألف شهر وزي هذه المسألة مسألة العفو فمن عفى وأصلح فأجره على الله فيريد نعفو نعفو عمن أساء إلينا ونعفو عمن ظلمنا زي ما النبي علمنا إن إحنا كمان نعفو والعفو ده وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة ربنا يعزكم ويرفع قدركم بالعفو ويكرمكم يا رب العالمين يعني مواقف عظيمة جدا من حياة النبي صلى الله على نبي محمد وعلى الله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته